النقطة الثانية الإيقاف التحفظي سي لبروسيدور إكسپسونال ماتراش اللي في تونس الإيقاف التحفظي سهل برشا فكان الباسبورات ودورين تاحب سهل برشا واللي الواحد الارغمان باش ما يهربش ولا باش ما كده خلي يهرب شين مشكة معدها أقل حاجة باسبور يتفك ويقعد عندي في نماء الإيقاف التحفظي قدش من واحد كان موقوف وتعدى قدام المحكمة وبعد ساعات عدم سماع الدواء وبعد ساعات الحكم بشي غطي الإيقاف التحفظي ماتراش اللي في تونس ومبرشا إيقاف التحفظي أنا ما نقول أنا نعطيها دي ما وصله ونصيحة للقضاء الصغر أنا على باب التقاعد نقول له بشي تخرج بشي تخرج أحكام عادلة حط روحه كامل جدرال حط روحه في بلاسة المتهب تسهلك ونقول له قرار قبل ما تخرجوا الثقيل بشي تومس الحريات ما تسعحش يتول خليها تخمر ورق ليلة كان جاك النوم تديسي جانيبون كاميرا خطش عرف راك ظلب وخطأ وهذه قلتها في عديد المناشبات اللي فهمها استسهال متاع الإمضاءات وعتيتك المثال متاع توزر أعتيتك المثال وقتها صارت جادة قربلة عندها عام وعام ونصف حكاية محامية معتتشي بلوس الحريف ووقف المحامية مباشرة راح تحللت لنا مسلم على المحامين وخاصة أن الحرية التنقل نربطها بالباسبور هي من أقدم الحريات الطبيعي متاع الطبيعي خاطر الملكية تولدت بعد بحرية التنقل حرية التنقل أول حرية مع حرية الصيد وبعد جاءت الملكية ويأخذ كل الحريات عصرية يجب أن أقول معناه أخذ كثير من الحضب وانا الاني شرف وانا نتوعظه فما خاطر فهم الإجراءات الجزادية برئاسة أستاذنا وكبيرنا ونواجه له شكر كبير وعلى لماذا فلوس يخدموك من الناس وكما يخرجوك في بعض الصحافة النبيلة يقول لك يخذه في فلوس نخدم قرابة عامين حتى في رمضان الخدمة موجودة نخدم كود برصدور كاملة وبقودة ربي يتوجهنا أول حاجة لإرسائها هو القضي الحريات ومسائل الحريات السفر والقرب ولقافة حفظية والنقل والصحافة الكل تؤلي عن طريق قاضي استثنائي قاضي خاص بلطو مستثنائي يتسمى قاضي الحريات ويبط في حكاية ساعات ولا بعض يامات والملفات كما هذه وهذه أولا ثانيا في خصوص لما جوازت السفر والحمد لله المحكمة الإدارية فيها مدرستي كانت تجينا عديد القضايا وتقريبا كما الجمعيات نجم نقول لك مئة في المئة اللي جاوش كابنا على الحريات الجمعيات والباسبورات الكل ربحوه كسوان كانوا من حق العام ولا معارضين سياسي القصر استدعاك قرطاج استدعاك باش ياخو ورايك كان صدقني ربي في 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 البروجيه متاع المسالحة الاقتصادية المسالحة الاقتصادية ومنجموش ما فيه وما غير ما نتكلمو عالمسالحة الاقتصادية والمالية شنو كان شنو كان الرد انتاعك انت قدام البروجيه متاع رئيس الجمهورية لما قابلتوش سيد بايجي قاد سبي حتى الكابينين انا مقلت لك الشي مربوط بعضه لو حسمت العدالة التقليدية في هاته الملفات قادم اكتر هتدوى 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 الفتاح المر الفساد المالي والإداري ومتاع العوان العموميين يتلاحقوا نتيجة 24-26 مجلة جزائية رأنا موصل ليش الملفات الحقيقة والكرامة عز القضاء التقليدي مشال العدالة الهيئة الحقيقة والكرامة اللي هي مش بالضرورة موضوعيا عاززة دونك بحسب رأينا معناها توا وساند والفكرة كون الفرع هذي يخرج بطريقة أو بأخرى وراه متوقين رأكسوا الجبهة الشعبية والنيداء حوزا بطريقة أو بأخرى دونك بالسعر أنا أنا بالنسبة ليا كي مماتي عندي خفيفة عندي صرحة ما تعايت لي نجي ما يقلقنيش طالعا ما خدمة في البلاد ما فمشكوا قالوا فمجمعة إصفرات وفمجمعة القصور البيئسية أنا قفيفة ضريفة عندي نمشي القصرة ما قفيفة ضريفة ما تعبيش برشا وليدات دونك كلامي سنون دين بنتيش قال لحما تعطيني رأي قلت الواجب علي هذا منش مزيئ كي ما عطيتها رأي للأحزاب الوسطية وللجبه والنعضة والأفاق فمالفرق ما بين قناعات ما بين مرفقها اللي كل نتع نحكم الليدرير رأي الوسط بيبليك سينتري جنرال دونك عطيت رأي وقلت فمحاجر وستعبار طاليل وفي جارة المغرب اللي فم صارت تحسيناتهم والفيرتي وكالاسوفيزانس نتع الانسيان كيب حبدالله تنحا دونك إلا بلوس دو صارت تحسين أول وتحسين ثاني وخارب دونك شكلا ومضمونا صارت تحسينات في التمشي دونك نوع من التواضع والتشاركية وفي المضمونا صارت تحسينات باهية هامة لكن فمحاجرات ما زالت ناقصة وعرضتها للرأي العام في المقال بتاع اليوم في جارة المرض ترى زعم بالفساد اللي في البلاد هذه زعم المرة هذه وإذا كان يصير يكمل يكون تقارب معه بين المشروع متاع الجبه والأطراف اللي هما أم بي كاي يوصلوا ويتفهموا في الأخر زعم هنوصلوا ونحدوا شوية من الفساد في البلاد هذه اللي هنا في الفساد أهلا برسم عنها فمزوز مراحل فمراحل لولا بلوز موان شحنا فيها مراحل السياسي انتقال السياسي والمؤسسات صارت انتخابات حرية تقريبا الحمد لله فمتها وازونات الدستور متوازن وعن نهاية حتى المحكمة الدستورية الوقتية قاعد تخدم في خدم باهي الحق فيها برسة استقلالية وتقريبا معناها على عدم الدلالة على كونها ما تخضعش لملايات السلطة السياسية أكثر القرارات اللي خرجتها ضد أطاحت معناها لسبب بعدم الدستورية في عديد مشاريع القوانين الخرجتها في المجلسة على قطب برسة مرات قانون المالية متاع المقاطع أخيرا دونك جو ديري اللي بتول مرحلة ثانية مرحلة ثانية هي الانتقال الاقتصاد الاجتماعي عنا فيها مشكلة الاقتصاد عنده عنده كونسير في وسط حشاك اللي هو الفساد والفساد بما فيه جزء منه هي الاقتصاد غير المنظم الاقتصاد غير منظم الانجران سيكون دو سيكون دو سيكون دو كاتر فلسان دو بي بي راه خمسة وعين الالب خمسين الف مليار هذي الكل بيتبيعت ايه ولكن هذي 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 نكمل شارك سمح اللي الفلوس هذي الناس ربح سهل ما فيه حتى تتعب بش عاودوا يغطفو لحماية المصالح متاحهم دونك الالفلوس هذي كونا حقادين نحن كاقوضات ومجتمع مدني نعمل حزام حول سيشوكي التبيب ونخدم معهم كولابور دون سيسانس لا وان شاء الله واذاك عليش اخر جملة نقول يجيب التسريع بالمصالحة الاقتصادية بالفساد اندوان فاسي الاردواز القديم معانا فساد قبل الثورة بعد الثورة ولا صحيح به والاخر مش النفس زادة التشخيص مشكل كيف فره انتوالت عليك يعابوا عليك ونتكلم برشة لكن في هذي دوغلي فيها مصلحة دونك وعليه الراء اللي ذاك عليها من الاشباب اللي خلتني راجع موك في برابور المصالحة الاقتصادية اندوان سولدي لباسي بورساتاكي اللي الفساد غير المنظم وغير المهلك واللي بشي يأتي على الجسد الكل واذاك دونك عنا يلزمنا النظف القديم في إطار العدالة الانتقالية وما تبقى يجبنا نتهى به ونحلوا حرب جديدة فما جوزة من الفساد اللي تطاول على المال العام وهكا معنتها أما ولكن قبيلة قلت انتي في اشو خمسين فتوصل حتى الاشو خمسين في المائة من الاقتصاد اللي وخارش من الفساد 50-54% من المنتوج القومي الخام معنتها هذا ما يلزكش بش تتسائل بش تتسائل سيد أحمد اللي فما المشكلة ربما في على الفساد هذية مثل الكنترباند والمشكلة في القانون معنتها ردينا كايننا سمحني سي ام بو برووكاتور ما جينا الفئة متوين رديناهم دي دي لانكا ورديناهم فاسدين اللي أنا نتكلم عليهم الناس مثلا اللي تسكن بحض الحدود ونسميوها الكنترباند فالعالمة جمع الناس اللي تسكن بعض الحدود عندهم امتيازات عندهم رخص خاصة يدخلوا ويخرجوا في البضاع ويمشي لدار المال ويخلص القسط انتاعوا من الأداءات في البلاد هذية بش تدخل الناس سالعة كان اللي دخلوا على بورترادس وليزوم دفير واللي عنده الحق ياخو مئات الملايين من الدفيز من البونك سنترات مولي باس الناس اللي تسكن في الحدود ردوهم مجرمين عليش هذيك اللي بجنب الحدود وقت اللي باش يستقاط باش يعيش الردوه مجرم والاخر معنى تايخو مئات الملايين من البونك سنترات باش يدخل باش يدخل معنتها بالسلعة باش يبيحها يخيش بيث ثروات التونسية يكون بخي الدفيز عليش ميش مقسومها بطريقة فعالة أكثر نبدأ لك من الأخر حكاية الحدود وهل يجب تمييز السكان يسكنوا بحض الحدود ببعض الحقوق غير متوفية لألي هو داخل البلاد هذي ذكرتني هذا ما بسامة نقبل لك هذا موجود حتى على مستوى الأحياء هما حاجات ممنوعات تشترى المطنية كل إلا على اللي يسكنوا في الحومة هذيك سأسأة تلقى حاجات تكتسيب كيف ولي وزيد تونس حتى من مقتبرقية بدأت فهم مشاريع خاصة بمطق الحدودية وبرامج خاصة بمطق الحدودية هذا يأكد كلامك لهنا نجي وتوى نجوز مشاكل حكاية الدخان وحكاية المنطق الحدودية أنا نقول مثلا مع تبني الكلمة التي قلتها التوزيع عادل ثروات هذيك لا جيدة لفيها أنا مع أي حل نعملوه البنجردان والكاف ورمادة وشير التوزر والقصري من نجموه نعملوه حتى حل إلا تمشي ينتسع مع الحديث مع الناس والمجتمع المدني والمنظمات والمنظمات وحتى معناها حزاب السياسة في كل سوء معناها السياسيين غاليك من المعارضة ولا من الحزاب الحاكم هذيه تمشي اثنين لا يعقلوا فرض عليهم أي حل ينحي لهم خبزة دجا هي تعب برشا بدون حل بديل لا سبيل إله باسم القانون راه ونان دو درواء ونبطيو جوريديزم الجوريديزم راه يؤدي معناها إلى اللاعدالة راه تطبيق القانون في سرامتي وإفراتي ينقالبون ضده معروفة هذيه دونك يلسم حل بديل وبعض الحكاية مع الناس وإنا في جميع الحالات في جميع الحالات وفي الفلسفة المبطنة متاع السيادتك أنا قد شمال نحكي عدم مع الناس وكل شيء نتواصل أنا نقول جماعة كزواء مرة في جمعة كميونة عبيها كاتفوكات ولا ديماكس متاع 10-15 مليون فأما أنا حسب رأي فأما حكاية المناطق الحرة وفأما سكون أبيل يعطيه مرخص متاع جيب حاجات معقولة ويعملوا في المناطق في سريط الحدودية بارك مداخلهم داخل الجمهورية هذه التمشي متاعي ولهن أتواصل مشاكل أخرى من ناحية القانونية إن كذلك نعرف القانون خطر أنت الفقهاء يشوفوا ديما الكتابات الفقهاء أنا حياتي كاملة نقرأ في النصوص حياتي كاملة وأنا عايش مع النصوص ومع الإدارة جيستيم بيانا كوناتر وأدعي نقرأ في الدولة وفي الإدارة من عام سبعي خدمت في الإدارة السنوات وتتوى الرقب في الإدارة كيف أم عابد يعرف الإدارة نقول أنا من الناس اللي نعرف الإدارة أنا أقول لك النصوص خاصة في الضبط الإداري في البرجس وفي الكميرش عنا رأوا نصوص ما شاء الله أما الإشكال لا يطبقوا لماذا لا يطبقوا لعز في التسهير وأنا نمن بحاجة بالليدرشيب بالليدرشيب بالكاريزما والليجيتميتي هستوريك أنا أعطيني يكيب نتاكورة متوسطة وأعطيني واحد دمدو من قود ومفرد مراكل شوفت البرح إزلندا إزلندا ما يجيوش في ربوع سيقروني في البالون المرشاند أما أعطيني يقلبوا ليدرشيب دونك أنا نمن كيما عندهم عقيدة متاع الشأن العام والليدرشيب من اللي بدأت تتصور حنا رئيس الجمهوريين ولن نشوف ويت المباس عربي يفضل من اللي تولدت أنا في القماطة هو يحكم في البلاد وشي الباشي يخدم من 50 هو يخدم في الشأن العام وفي القصر ويخلص في الله دونك والألعاب متاع الحاكمين يحطوا ديمة كما رمضان بي كلي العبو بالعثمانين هما خلقوا للعيد يحط كناس على قد وكالناس مبعد فما لزاتريدي بوفار والكرسي ما عادش يلسقوا بالهو ولا بالسكوتش ولا بالفارين أقبل لسكوتصاور يلسقوا بالغيرة مجبور كانتنا حيولو هذي المؤخرة متاعه الكل تتقلع دونك يلسق بالغيرة يموت ووجل جزء منه ما عادش نجم يتحرك دونك كي تشوف الحكومة هذه واللي يقبلها كيفية شوخموا شي مهور رأوا شي مهور دونك العزو مش في القوانين مش في يقل فهم مسؤولية المواطنين اللي حتى عايز في القانون نصر من أحنا أحكام قضائية لا تطبقوا يخلفوا الدستور يعبش على قانون المحكمة لدارية اشتعكي هذي هي هيئة دستورية هيئة في منظومة دستورية وقانونية ومش تحقق العدالة واحد عنده برويتا ما احترمش عدم يحطها في باب الفلة ولا في سيد البشير تشيد فتقوا والهيئة اللي تخالف القانون ومجميع تنسي لكورة القدم اللي يصخروا لها وسائل عمومية لحماية من يخالف القانون اشتعكي انت دونك انت تلوم في الولاية اللي خرج بالبرويتا في ناس الصباغين ويشوش على الناس تلبوش عامل ربوخ بايو عامل ربوخ دونك وعليه بالنسبة لنا الاشكال هي في الناس اللي يحكم الناس اللي يحكم اللي ناس اللي غالب انه نيلة كارير نيلة كاريرزم مستطنين الدستور مش فاهمين الثورة مش فاهمين الثورة نعطيك اخر ها مثال بسيط الامتيازات متع نظام السابق الكل من رئيس الجمهورية الوزراء الولاد حافظوا عليها باقي كل خير دونك المال اتان نو ديريجان وقال ديريجان وليهنا مشك يلزم اثراع التحليل متاعنا مش بالقانون بارك بالسوسيولوجيا خاطف الفترات الثورية المشروعية للسوسيولوجي الليجيتميتي اقوى من الليجاليتي دونك فترة ما زلت هاجر وعليه وذا كما قلت هايختي الكرامة المشروعية كيف معاك عندك الليجيتم راهو اعمل باعب وينجم وقتا لنتيور ايورير ديفيد نجم عندك حتى صلاحية ونجم عقول كلموك وهذا ثابت مثلا في حوض اكبر وصمة الفشل الكل حوض المنجم سيفري على ال كونترا وعلى ال فرانتاليير هايختي لك على التو عزب في القوحة الهيكلي البقعة اللي معناها تقريبا خسرنا 5000 مليار اللي هو جملة العزم في الوات فينانس وهذا ما هو مينجموشي اربعة يمنوا بالبلاد ويحبوا ويمشيوا الوات بايش يرقدوا غادي ويقعدوا شهر شهرين وناخذ صلاحيات من السلطة الهنا التنفيذية ومن البرلمان ويعطيوني تفوية نقعة مع اربعة خمسة يحبوا البلاد ما يحكم في الردايف وفي القبصة قالوا لهم زايد روها بالن روها كل جان ديان عدنا للحاج يقول لهم ودخلوا يدخلوا روحوا روحوا اهبتوا اهبتوا اضربوا اضربوا هذه الشرعية والمشروعية وانا يقرر وانا وانا واذا عليش قتلهم رئيس الحكومة يدوئية الرناف مخدمش المنظومة السابقة ما شافتش ما خدمش بطرقة اخرى منظومة الفساد وقلبش زيته غرق السفيد الشنوة اللي تقول للمواطن التونسي اللي تكيب سيجار وزطل اللي غالب بشي عدي الباك تختف شد عام حبس وقانون المسالح جديد اللي بشيخرش بشيسمح اللعبات قاموا بأعمال أطرما بلو غرف وبش نوعا ما بشيسلكوها هذي التونسي اللي تكيب سيجار وزلطله ولقاه روح عام في الحبس وتحرم من حقه بشي عدي الباكالوريا وبشي عدي عامه معنطها كونسوماتور أوكازيونال ونعرف فما برشة حالاتي من هك شنون يتقول لك يقول لك عليش عليش هكا ومش هكا شنون يتقول لك القاضي اللي ما يكون شي دستور هو الحريات دستور حيات الحيات الحريات والعدل والعدل راهو والانصاف حتى قاعدة قانونية ما جي تكتب لانشان دي كيتي سي لفندما الفيلوزوفي دي لجوستيس شنون ني بارا باروت ولا بارا خدمة أخرى أنا ومقارنتك حلوة برشة أنا في هذي من دي كافكار العباثية توصي دي حد القرف كونه عابد ما أنا أسرق البلاد حياته كونه بش يخرج بيعافه ولياخد كيف زطلة يضرب عام هنا قلت كم تمام مستقبل ما متحط مناج مقول فعوذ يخرج بش يخرج بمبيولتان يمرو تروع إذا ينجي مدير السجن دي جاي يخلي يحضر الباكي عالدخل سي باس على كي شون أما نرجع لكلام في المحصل لاش تلقى واحد سرق البلاد وفما كسوار جل عمال وإلا سرق وعمل بالنسبة الإداري العمومي عمل تراخيص مخالف القانون بداهة كيف فريز الإنغزيستانس مام واحد ما يقاب جزائي ولياخد ربعا ما حبس بداهة ما يقابل شي هذا يتوازن نقول نبين ل وانتو سياسة جزائيل دولة ما نحن يعملها سياسة جزائيل دولة مجدد في الدستور لذلك شي ما يقابل شي بعضه نقول دابور كل مبتداء في أي خطأ ما يمس النظام العام ولا يعمل أضرار للمجموعة ولا الاقتصاد بلس كذر روح هو بركرة على عكس يمس الملك العام يضر الناس لكل ضرر المجموعة لذلك يكون عقاب وأخف من لأخر وقيت عادة في أقرب الأجاب وبداية تكون أول عقوبة أول عقوبة أول عقوبة هي معناها خطيئة مالية ولا التنبيه وبعد يكون بصيفة تصعودية مع المرافقة في السجن إبنطوالما لن تبريز السجن وبداية نتفق معك بداية ما يقابلش شنة ما يقابل سي ريفون تان يعني تكسح زعم أطراف العمين والأتكالات اللي جيين هذو نوسلو زعم مش بش نحضو مو الفساد معانتا لإنجزستنس متع الفساد معانتا ستشبب بانانيته في الدول كل ولكن السوء نتعو زعم بش نوسلو النقص ومنو معانتا حتى في فين قول في نوات ون نفت پاسه زعم كذلك المجتمع المدني وما أدرا كما المجتمع المدني التونسي اللي ربما موهوش قاعد يقوم بالأفور اللي دكوردو موجود برابور دينغرين مي بتتر بسي دل بار من لكتور نيتشيان ونقرامشيان جو سي موهوش برناتور وعمري ما كنتم أيس اللي مواتن تونسي موش بش حق الدموقراتي وسترجع حريتو عمري ما أيس ترغم سن عندي تلاثة مصادر أمل المصادر اللي رولاني هو المسادس الأعلى دون quelques موه لنتي خبات في 23 20 أكتوبر هو اللي مش تتم في آخر أكتوبر في باعة الحال قد تربي إذا كان مش تولي بلاتفور مش بس داقوراء ما بي رجال القضاء ومفتوح على المجتمع المدني خاصة الجميعين والمحامين لو كن شاء الله بقد تربي مش نرسيه منظومة اللي تنظم الحياة القاضي وإجراءات القضائية إن شاء الله نعملو حاجة به المصدر الثاني من تاعي من تاع الأمل اللي نمن به برشة المؤسسة والعباد اللي يفاها هيئة الوطنيين مكافحة الفساد كانت راقدة بنفس القانون جاء عبد آخر رئيسة تبدل قائد فريق يتبدل معناها تبدل كل شيء وقعد ينخدم خدمة باهية واللي كانت حسب كان مكلها راقدة كانت في هذه العباد طوى مشيت لها مرة ما عادش فارغة من العباد قعدة معناها تخدم برشة والمصدر الثالث أنا نعرف شوية شعبي المجتمع المدني عنا مجتمع مدني قوي ومشاباء أسندت له راه لجايس نوبل سبا فورتويرا ووقت اللي كانت تونس مهدد ومجتمع التونسي مهدد شكونوا قف مجتمع المدني خاصة وبالأساس قاطرته التاريخية من وقت فرنسا وقت برقيبة ووقت زي اللي هي التحاج عن تونس الشغل أذي أكبر من هذا دوما ثلاثة مصاد أنهي دولة القانون اللي هي راهي سيرورة تاريخية يجو دولة ريزيومية للناس خاطر اللي هذا معناها خالب صبال بزوبات متعشي دولة القانون ثلاثة مرتكزات فيها مرتكز السياسي الديمقراطي وهي الحريات الإنسان والمبادة الديمقراطية منها الانتخابات الحرة والتداول على السلطة عنا مبادة ثاني هي استقلال القضاء واحترامه وتنفيذ أحكامه المسألة الثالث الحكم الرشيد المبني على ثلاثة أسس وباقي فيها تفريعات واختلافات هي المشؤولية والشفافية والنجاة إن احترمنا هدايا تونس تنجح بقوذة ربي إن لم نحترم ذلك وأكبر مهديدين لها هي الطماع السياسي والفساد هم أقراب رب يحبوا بعض